اشتركوا في القناة في ساحة ابن بطوطة التي تطلبت تهيئتها احتمادا ماليا يقدر بأربعة ملايين وسبعمائة وعشرين الف درهم ومدارة ملتقى الحسن الثاني والشهر 11 يناير التي تم إنجازها بغلاف مالي يصل إلى مليونين وثلاثمائة وتسعين الف درهم كما تم تجشين أشغل التشجير والإنارة العمومية بطريقة الوطنية رقم واحد والتي تطلبت كلفة مالية بلغت أربعمائة وخمسة وستين الف درهم بالإضافة إلى تجشين محاكي للملاحة والصيد والمنورات بمعهد التكنولوجيا للصيد البحرية هذا المحاكي الذي تم اقتناؤه بغلاف مالي بلغ ثلاث ملايين وتسعمائة ألف درهم في إطار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يضم قاعة الأستاذ للبرمج والمرقبة وقاعة للإحاطة وتهيئة المتدربين ومقصورة ثانوية للتداريب الأولية ومقصورة رئيسية للقيادة بالإضافة إلى تجهيزات وبرامج خاصة بالملاحة والصيد والمنورات بجماعة فم الواتم تقدم الشطرين الثاني والثالث من مشروع تهيئة كورنيش الجماعة والذي رصد لهم اعتماد مالي نهز سبعة وأربعين مليونا وخمسمائة ألف درهم وبمدينة العيون قام وللجها السيد يحظي بوشعاب الذي كان مرفوقا بعدد من المتخبين والأعيان ورؤساء المصالح الخارجية بوضع الحجر الأساس لبناء مركب اجتماعي بالمجموعة السكنية مائتين وأربعة ومائتين وأربعين ومركب آخر بحي المسيرة وتجهين الملحقة الإدارية الرابعة وساحة جدة بحي ولي العهد والملحقة الإدارية الحادي عشرة وملعب للقرب بحي المسيرة وزيارة ورش بناء المركب السوسي ورياضي بالحي الحسني بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية أعطى وللجها انطلاقة البرنامج الجهوي المتعلق بدورات التكوين المستمر لفائدة الحرفيين والحملة الطبية لفائدة دعاف البصرة